ضمن توطين العلاج داخل ليبيا تم إجراء عملية معقدة بقسم جراحة العظام بمركز طبرق الطبي يتواصل بالمركز إجراء العمليات الجراحية بمختلف التخصصات الدقيقة على أيدي أطباء متخصصين ليبيين من داخل مركز طبرق الطبي وخارجه حيث أقام الدكتور إبراهيم الفاخري استشاري جراحة العظام ورئيس قسم العظام بالمركز عملية جراحية لطفل يبلغ من العمر خمس سنوات كان يعاني من تشوه خلقي في القدمين تحت مسمى القدم المنجلية الولادة لكن قلت أنت مفطنت لها لمن تأخر يعني من تأخري مفطنت لها أني بانت قدامكم يعني لكن نحن مفطنت لها يعني بعد حساسية النعمة ظهرت عنده بعد حساسية النعمة بناء عنها التقوث في رجلية اثنين عملي ضمن معقدة فتحة خلفية إلى جانبية بالنسبة للقدم وتحتاج ما بعد التثبيت تحتاج إلى فترة من الوقت تتراوح ما بين الشهر ونصف إلى ثلاثة أشهر اللي هو في جبس العملية كانت بمشاركة أطباء القسمي وأطباء التخدير وتمريض العمليات وكلهم من الجنسية الليبية أولا نحن في قصة نقص في المعدات الطبية خاصة في المفاصل الصناعية ونحن في خضم هذا الموضوع والوزارة معدتنا خلال فترة الوجيزة القادمة إن شاء الله بتوفير المفاصل الصناعية لأن عندنا ما يقارب أكثر من خمسين إلى مئة حالة تحتاج إلى مفاصل صناعية للركب مفاصل صناعي للحوض بالإضافة إلى مناظير اللي هو الركب والأربطة الصليبية بالنسبة للتشوهات الخلقية عادة تحتاج إلى عمليات ليست بالمجهدة بالنسبة للمعدات الطبية إنما مجهدة بالنسبة للجراح نفسها مجهودات كبيرة للقسم تذكر فتشكر رغم قلة الإمكانيات والظروف التي تعيشها البلاد إلى أن أياد الرحمة تظل حاضرة بأفعالها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر